اشتركوا في القناة بهذه المبادئ ثابتا لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة وإنه لمن الضروري في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة أن نعمل معا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا جوهريا بل ومحوريا في تحقيقها يواصل صندوق النقد العربي عمل في إطار خطته الاستراتيجية ورؤيته لـ 2040 في أن يكون الشريك الأقرب لدوله الأعضاء لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي تميزت استراتيجية الصندوق الحالية بالبعد الاستشرافي لطبيعة التحولات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها المتوقعة على الاقتصادات العربية بالتالي الدور المامول للصندوق لدعم جهود دوله الأعضاء في التعاطي مع تلك التحولات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات تشهد الجزاء اليوم تطورات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية رغم مختلف الأزمات العالمية الآخرة إذ تمضي في تنويع اقتصادها وعصرنته والانتقال نحو الابتكار وفي هذا الصدد في إطار المجال المصرفي والمالي أصدر في هذا السنة قانون النقد والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى مواكبة تطورات المصرفية العالمية وتطوير التقنيات المالية الحديثة وإقرار أطر الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر مع الحرص على تدعيم صلاحيات المجلس النقد والبنكي وكذا صلاحيات اللجنة المصرفية لتحقيق أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي اشتركوا في القناة